اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني صرف مستحقات أحمد السيد زيزو واللعب حصل على المبلغ المخصص له وفي نفس الوقت كابتل عبداللوحد السيد قال له مدير الكرة يعني قال إن سبب غياب زيزو عن السفر إلى تنزانيا يرجع إلى إصابته بكدمة في كاحل القدم تعرض لها أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الودية أمام تونس وشهد المدير الكرة على أن زيزو خضع لكشف مبدأي بمعرفة الجهاز الطب اللي فضل إراحة اللعب بص هبنوخش على الهوى عنا ندور وعنا نسأل زي كل الناس هو زيزو مصاب فعلا ولا مش مصاب بص زيزو مصاب فعلا ولا مش مصاب دي تقدرية يعني هو قد خبطة فعلا في مباراة المنتخب مصر تمام خد خبطة هالخبطة دي تخليه ما يسافرش ده الجهاز الطب الليقوله مش يعني إيه وجهاز الطب يقالها هو بحسب التصريحات الرسمية أنه ما يقدرش يلعب المباراة خلاص حط دي على جنب طيب هل زيزو بقى خد مستحقاته كاملة هل زيزو خد مستحقاته كاملة حتى هذه اللحظة لا بحسب معلوماتنا زيزو وصله 40% فقط من مستحقاته عن الموسم الماضي طيب زيزو عايز قبل ما يخش الموسم الجديد قبل ما يلعب مباراة مع الزمالك في الموسم الجديد يكون واخد 75% من مستحقاته المتأخرة مش 100% حتى 75% من مستحقاته المتأخرة دي المعلومات اللي جاية لنا من مصدر مقرب جدا من زيزو بعيد عن أن أنا أقولك أكيد ما سافرش عشان خاطر مستحقاته المالية لو قلت لك أكيد أقول لحد قالك أكيد هيبقى عايز ياخدها في السكة دي بس آه لسه زيزو عنده مشكلة في يعني الفلوس بتاعته ليه دا نادي الزمالك آه لسه عنده مشكلة لسه عنده مشكلة هل زيزو بنسبة 100% ما كانش يقدر يلعب المباراة اللي جاية ما أعرفش ليه ما أعرفش زي ما قلت لك هو اللاعب كان خد خبطة في مباراة منتخة مصر الخبطة دي تستدعي أنه ما يسافرش ده اللي هيقوله مين الجهاز الطب والجهاز الفني النادي الزمالك وده اللي بيقوله الكابتن عبدالرح السيد أنه اللاعب ما يقدرش بس هي دي الحكاية طيب